أعلنت خلية الإعلام الأمني اعتقال 12 متهما يبيعون بطاقات لقاح ضد فيروس كورونا في محافظة ديال الخلية أوضحت أن المتهمين اعتقلوا بعد ورود معلومات من المواطنين واستحصال الموافقات القضائية كما تم تدوين أقوالهم ابتدائيا واعترفوا بتلقيهم مبالغ كبيرة مقابل بيع الكرتات الأصولية مشيرة إلى إحالتهم إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم